هنستعرض مع خضراتكم البعض منها طبعا المعلق الكبير روسيز عصام الشوالي التونسي الشهير نجم التعليق الكروي كتب وقال ألف مبروك لرجال الأخضر السعودي طبعا لا يقل عنه شهرة الجزائري حفيز دراجي كتب وقال ملحمة كروية في لوسيل يصنحها الأخضر السعودي أمام الأرجنتين بروح عالية بل بسبع أرواح وطريقة لعب هجومية ودفاعية جريئة سمحت له بالفوز بثنائية تاريخية أوقفت سلسلة 36 مباراة دون خسارة لرفقاء ميسي كرة القدم لعبة رجال فعلا ألف مليون مبروك بعدها الإماراتي الأستاذ فارس عوض كتب وقال ملحمة مرجلة مفخرة لحظة تاريخية استثنائية عرضية سعودية في كؤوس العالم أكدوا فيها أن الكل يحلم والأخضر وحده من يفعلها الإعلامي السعودي الأستاذ علي الحربي كتب وقال الحمد لله ألف مليار مبروك يا أبطال يلا اعطونا الكاس وأيضا من الإمارات الأستاذ علي سعيد الكعبي قال 30 مليون مبروك سعودي ما أرواعك فوز وفرحة للتاريخ كمان بلال أحمد علام طبعا من مصر كتب وقال مبروك يا أخضر مبروك رفعت رأسنا والله ألف مبروك والإعلامي السعودي فهد العتيبي يقول الحمد لله مبروك لكل العرب بوز منتخب السعودي البطل وكمان الأستاذ عامر عبد الله المري كتب وقال منتخب الأمتين أفرح الأمتين توقف منتخب الأرجنتين ب36 مباراة بدون خسارة توقف أسطورة العالم أمام السقر السعودي أول منتخب عربي يهزم الأرجنتين جاي من شايفة كده نهواند حالة احتفاء كبيرة بس في برضو حاجات كتيرة مارح كامكس زي ما انت قلت في الأول كانت منشورة يعني الناس تحديدا حتى ميسي في دمخها يعني شوهم الأرجنتين خلص الناس كلها كانت بتعمل كامكس على ميسي تحديدا لأن طبعا ده النجمة بتاع الأرجنتين الناس كلها كانت توقع أن ميسي هو اللي هيحرز الأهداف بس باي دوي برضو الأرجنتين لعبت كويس يعني ميسي كان متقلق طبعا كالعادة بس زي ما بتقال برضو السعودية كانت قادرة أو كانت عندها المقدرة أن هي تنافس بشكل جيد جدا بالأمس لكن ستيل لسه بدري على المشوار المشوار طويل بس برضو من حقنا نحنا نفرح ومن حق الناس شوية نهية برضو يعني تاخدها يعني يمكن للحظات دي ما تتكررش واحد ميحب يستغل كل حاجة برضو ترجمة نانسي قنقر